أهلاً بحضراتكم مرة تانية في المنتهى ده والماتش الكاس الناس كلها يعني عايشين فيه من دلوقتي وأكدت لكم ان الماتش ده ماتش مصيري في موسم الفريقين ماتش مصيري في موسم الفريقين بغض النظر يعني الناس تقول لك ان دي بمباراة بطولة مختلفة لا فلا اللي هتكسب تاخد دفعة معنوية كبيرة جدا ما هاتش ايا في وف قدامها انضملي يعني وبيسعدني وبيشرفني ان انا يعني انضملي في الستوديو اتنين من الاسادزة الكبار النقاط الرياضيين الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ ماهر غريب والاستاذ جمال مساء خير اهلا مساء النور كابتن مشرفني انت منور الدنيا رب انا خليك استاذ ماهر مساء الفولم مساء الخير يا كابتن مشرفني الشرف لي يا وسعيدني موجود مع حضرتك ومع استاذي طبعا السبقني في العمل في قطر سنوات يعني من الناس اللي في قطر وفي مصر طبع لا انت في مصر كنت سبق كتير ها لا بس انت شخص جميل الله يبارك لك استاذ جمال الله يبارك لك رئيس استاذ جمال بتتفق مع الكلام اللي انا بقوله ان الماتش اللي جاي ده هيكون يعني ماتش مصيري في مشوار الفرين مية في المية مليون في المية لان المباراة دي يعني اصبح لها اهمية كبيرة جدا في تحديد مصار المنافسة على درع الدوري خلال الفترة الجاية رغم انه الوضع الحالي الزمالك هو الاقرب الزمالك لو مشي بشكل طبيعي جدا اللي هو ما يخسرش حاجة في الماتشات اللي جاية بس في ناس تاني بتقولك ان ماتشات الزمالك اصعب لا يعني الزمالك داخل عنده نسبية عنده فيوتشور وبيريمتز وجونة وسموح والآلي عنده وعنده وعنده حتى الآلي فيه ماتشات كتيرة جدا خسرها وهي ماتشات سهلة بس المباراة المتبقية لا مسيرة الزمالك اصعب لا متكلم ككورة وترتيب قدية في الدوري لا الزمالك اصعب هقولك حاجة بس فيه فرق ضمنة انا يا سفاستجان فيه فرق يعني فيه فرق ضمنة التأهل وفيه فرق ضمنة البقاء وفيه فرق عادي يعني انت تقصد فيوتشور اقصد اكتر من النادي هو فيوتشور حيكمل الموسم عليها ده اساس بعد اللي قاله علي ماهر بعد الخسارة بربع عام الاهلي اغرب تصريح لمدرب يا كابتن اغرب تصريح لمدرب السنة ده اقراءه واسمعه من مدرب كور بس اكيد الخسارة تمت وعمتش الفتحة فوقه لا حاول يبرر الخسارة والشكل اللي كان غير جيد خالص على اطلاق امام النادي الاهلي في نهاية مباراة بور خلق مسخدبالك برده هو اتقال كلام كتير جدا على علي ماهر قبل ما يقول الكلام ده اللي هو اللي اتقال بعد المباراة ان علي ماهر عمل كذا انا ضد الكلام انا ضد الكلام انا ما بدخلش في النواة انا شباش حرم علينا انا سألت انا ده شيء انا بطالب بحاجة مهمة جدا انا محبش الحد اللي يتهم بالتفويت ويسكت انت متهم مين اللي اتهمك يا اما اعلامي او صحفي او ناس على سوشيال ميديا ما تسكتش لازم ترد ايا كان انت مين لانه ده اتهم خطير جدا على فكرة قابليه هو ما يتصرف يا كابتن هو الشخص اللي بتهم حد بالتفويت انا مثلا كماهر انا كابتن علي ماهر هل معايا دليل؟ جيب دليل واقول ان علي ماهر سبع ميديا لكن في حاجة انا احنا ضد مسألة التفويت دي تماما ومش عايزين ندخل في النواية والاداء والكلام لكن منفحش مدرب كورا وانت اشتغلت مدربة كابتن ميدو فيش مدرب جماعة بيبعز جفسك فحش يطلع يقول بعد المباراة ياسل احنا يبقاش عندنا دوافع وحققنا هدفنا اعملنا بتأهل لكم فدرالية وخدنا كسر رفع هو برضو اهل حاجة يعني انت هتلعب الماتشاط الباقية ليك تحصيل حصل حال هتلعب بدون دوافع قدام نادي الزمالك اولا جزء من دورك كمدرب انك بتجدد الدوافع اللي لعبيك انا اسفة كابتن علي ده تصريح غير موفق والله يليك وزاد التنبل انا متفق يعني اللي قال وعني مهر ده زاد التنبل كلنا قلنا كانوا تصريح غير موفق لا لا ممكن يكون لتصريح غير موفق بس لنتيجة ويقعب على اقدارة فيوتشر انا اتحاسبه عليك نتيجة للضغوط اللي حصلت نتيجة للضغوط اللي حصلت انت هتلعب مع الزمالك بعد كم من يوم هتقول لي لعب ايه انت بتقول ما عنديش دوافع ما عنديش دوافع ده للاعبين طب لو بيت امام نادي الزمالك وحقق تمكسب الناس هتقول عليك ايه مهندر مخصدت بالقالي حط المجموعة في حرج حط الفريق في حرج